السلام عليكم يا إخواني بلا شك كل شيء يتعرف بأن كتب التلوين هي أكثر الكتب التي تتحقق مبيعات كبيرة على أمازون كيديبي لكن المشكلة التي يتواجه العديد من الأصدقاء هو أنهم لم يتعرفون كيف يقدوا هذه الكتب التلوين لكن مع قناة استفهام عام إن شاء الله سوف نمشي معكم دقة دقة حتى تتعلموا وتولي وترفعوا الكتب لكم و لا تكون لديكم حتى شيء خبرة بينما إن شاء الله ركمتوا المعلومات وتعلمتوا في المستقبل إذن بعدما رفعت هذا الفيديو الأول على كليفية تصميم كتب التلوين الأكثر طلباً على أمازون بكل سهولة فأجبت لكم واحد طريقة أخرى سهلة باش أنكم تنشؤوا هاد كتب التلوين وتقدوها وخما تكونش عندكم كذلك أحتى الشيء فكرة وهنا خليت لكم الخطة الأولى وهذه خطة ثانية سأشرحها في هذا الفيديو باش يكون عندكم واحدة قائمة كبيرة نتعط الاختيارات كل واحدة الطريقة اللي يرتاح بها إذن على بركة الله ولكن قبل ما نشرح لكم الفيديو لا تنسوا إخوتي اشتراك وتفعيل الجرس لكي يوصلكم الجديد لنا أول بأول إذن على بركة الله إذن إخواني سأحتاج إلى هذا الموقع بيكساباي هذا الموقع الغنية عن كل تعريف فهو يعطينا عدد كبير من الصور اللي بدون حقوق المثلية وكذلك يمكننا استعمالهم في الكتب ديالنا بدون أي مشكلة ثم سأحتاج إلى الـ Powerpoint نمشيه الـ Design نأتي هنا نختاره Size اللي سأخدمه عليه مثلا سأختار 8.5 ثم هنا سنجيبه الصورة اللي بغنا نخدمه عليها فمن بعد كنرجع الموقع ديالي سنجي هنا نختار Image Victoria ثم هنا سنجيبه مثلا Animal ثم نبحثه هنا سنجيب العليا العديد من الصور إذن نختار هذه الصورة مثلا نجيبه نقومه بالتحميل نحاوله دائما نختاره هذه القياس ثم تلشارجي من بعد الصورة ديالنا هي هذه نجيبه نأخذ الصورة نعطيها للملف ديالنا Powerpoint وهنا هاي الصورة ديالي فبكل سهولة وبلما نطول عليكم الفيديو فطريقة سهلة جدا نضغطه جوز ضغطات على الصورة نضغطه نضغطه وهنا نختاره هذا الشكل وهذه الصورة لدينا يعني سنقدر نقاد كتاب التلوين ديالي بكل سلولة وبدون أي خبرة إذن أخوتي لكي لا نطول عليكم هذا الفيديو فمثل لكم ترجعوا لهذا الفيديو الأخير الذي قدرت فيه كيفية تصميم كتب التلوين الأكثر طالبا في Amazon KDP ثم تجيوه لدقيقة السادسة من الدقيقة السادسة سترى طريقة إنشاء هذه الصفحة الأولى الصفحة الثانية وباقي الصفحات التي تكون لنا كتب التلوين لأن طريقة إنشاء هذه الكتب تكون خاصة ضروري أنك تعرف الطريقة في الأول ومن بعد إن شاء الله ستتقدم بدون أي مساعدة إذن أخوتي كان هذا درس بسيط جدا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوش ديرو جيم بارتاجون مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإذا كانت أخي أختي هدية أول زيارة لك للقناة فلا تنساش الإشتراك وتشعيل الجرس لكي يوصلكم الجديد لنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر